خلينا ننتقل لملف آخر إيه اللي حصل في مسألة إرسال أسماء الأندية المصرية المشاركة في دوري الأبطال والكنفترالية خلينا نحكي لحضراتكم إيه اللي حصل في هذا الأمر واحدة واحدة أولاً وصل خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاتحادات المحلية منها طبعاً الاتحاد المصري بمهلة أقصاها يوم 30 يونيو الحالي 30 يونيو اللي جاي علشان الأندية المشتركة سواء في دوري الأبطال أو الكنفترالية ترسل أسماء اللي عيبة بتوحى أو القيمة بتوحى أو الاتحاد يعني أنا آسف الاتحاد يرسل أسماء الأندية المرشحة قبل يوم 30 سواء في دوري الأبطال أو في الكنفترالية الدوري في مصر الأول أبدأ من اللي حيتبعت أسماءه أو الأندية الدوري في مصر حسب تصريحات المسؤولين مش إسلام لن ينتهي قبل نهاية يوليو وبالتالي اتحاد الكرة وفقا للائحته مطالب باعتماد مشاركة الأندية الإفريقية على حسب ترتيب إيه؟ أيوة برافو على حضراتكم الدوري الأول وده موجود في لايحة الدوري لكل الناس اللي كانت بتسأل بعد من لا يشجع نادي الأهلي يعني كانوا يسألوا يقولك إيه؟ هو الأهلي السنة اللي فاتت كان البطل؟ لا ولكن لائحت اتحاد كرة القدم المصري بتتيح إن إحنا بعد نهاية الدوري لم ينتهي قبل تلاتين ستة فأنا برجع أخذ الترتيب بتاعة الدوري الأول وبناء عليه النادي الأهلي السنة اللي فاتت اشترك في البطولة في الدوري الأبطال لأنه كان تاني الدوري على ما أتذكر يعني أول أو تاني الدوري في ذلك الوقت طيب اللي حصل السنة دي نفس الأمر أن فيه هناك الدوري لنا ينتهي قبل تلاتين ستة وبالتالي لازم قبل تلاتين ستة أبعث أسماء الأندية المشاركة بناء على إيه؟ على ترتيب نهاية الدور الأول فاتحت كرة القدم قرر مخاطبة الكاف لمد المهلة بالنسبة للأنديية المصرية لغاية يوم 15 يوليو مش معنى 15 يوليو؟ لأنه 15 يوليو هو الموعد المبدئي لانتهاء منافسات الدوري يعني هقول لحضرتك إزاي؟ يعني عايزين القرعة تتعامل ولكن بدون أسماء الأندية بيتحط إيه؟ الأندية المصرية يعني الأندية المصرية تحط بمكانها أرقام من 1 ل 4 مثلا يعني بمعنى دولي الأبطال 1 و 2 الكنفدرالية 3 و 4 مثلا يعني تتعامل القرعة كده وبعدين بعد يوم 15 الاتحاد المصري يبعث الأسماء يكون الدوري عندنا انتهى يعني طيب في محاولاتنا الاتحاد كرة القدم المصري بعض الأصوات كمان جواهة بتقول إنهم عايزين نرشحه رابع الدولي للكونفدرالية رغم إن المفروض ده يكون من اللي بيلعب الثلاثة الأوائل الأول وثاني بيلعبه في دولي الأبطال ثالث وبطل كاس مصر هم اللي بيلعبوا في البطولة الكنفدرالية عشان تدي قيمة لبطولة كاس مصر ليه الآن دي بتلعب بطولة كاس مصر مجرد إن أنا خدت كاس مصر يعني فعم عموما إحنا ملناش دعوه بالمركز الرابع لكن أنا بتكلم بشكل عام خلاصة الكلام يعني اتحاد كرة القدم بيحاول مع الكاف تأجيل المهلة حتى منتصف الشهر القادم نجح أو فشل في ده ما يهمنيش أنا بحكي لحضرتك عشان تبقى عارف إيه الكواليس اللي بتحصل لأنه سبحان الله هناك البعض اعترض على وجود نادي الأهلي بعض من لا يشجع نادي الأهلي يعني اعترضوا على إيه؟ قال لك هو نادي الأهلي أساساً البطولة الأفريقية دي إنه هو خدها هو اشترك فيها غلط اشترك فيها إيه؟ غلط لأنه ما كانش بطل الدوري هي الناس ما بتكملش بس المعلومة يعني لأنه هناك من الناس اللي ما بيشجعوش نادي الأهلي مش عايزين يعرفوا ولا يفهموا إنه هناك قواعد ولواقح النادي الأهلي بيمشي عليها والمفروض إن اتحاد كرة القدر بيمشي عليها لأن اللوايح دي إيه اللي بيحصل فيها؟ بتتبعت للأندية قبل المسابقة أصلاً والأندية بتوافق عليه ولكن سبحان الله اللي حصل السنة اللي فاتت أو اللي الناس كانت بتوصم فيه بيه النادي الأهلي السنة اللي فاتت وهو كلام غير دقيق وغير حقيقي السنة دي بيطلبوا به السنة دي بيطلبوا به ولكن أنا بس حبيت أشرح لحضراتكم القصة دي ليه؟ عشان بس الناس تفهم وتعي أن النادي الأهلي النادي الأهلي دائماً بينظر للوايح والقوانين بعيداً عن أي أمر آخر